موسيقى وهي ده شغلي وطبعاً تبقوا أنتوا دايماً الأساس كل المهن يلي ممكن تقدم خدمات للعالم واللي هي تقريباً معملة صلت الضوء عليها إن شاء الله نكون قدرنا خلال هالشهر نصلت الضوء على مجموعة كبيرة من المهن تحية منها لالكونو لكل العاملين بالعالم نحن وياكم راح نروح لنكفي كمان عالم الصباح اليوم مع ورشة ملح مع الشاف أحبائي أهل أستاذا فيكم الرابع فقرة اليوم مع الشاف شادي ومعنا هلأ كمان عشر دقايق تنقدم فيهم هالسباقتي مع الصوس السومو اللي عملناها عابل بشوية وكمان أخدنا فكرة كيف فينا نعمل الباستا بطريقة إيديال بتعقد بتجنن الصوس جاهزة من صف ويلا الباستا وين على الصالصة هاي الطريقة أجمل طريقة بالعالم والصحيحة تاني طريقة إنه نحن نسلق الباستا ونجي مبرده متل ما عملت أنا هلأ بدنا نحكي عن الموضوع من جديد أما هلأ لأنه بالمقلي عندي لتجاجات والسباقاتي تطلعوا وشو حلوين عم يبردوا لوحدهم أما بالمقلي عندي لتجاجات اللي عم بعمل خلطة كتير بتشبه شوارمة لتجاج بس بدي أعملها بالآخر ع طريقة الكسديس يعني بمعنى الفكرة إنه إذا عندي أنا بالبيت شوارمة جاج فيني جيب نوعين من الجبني وفيني أشتري التورتية وأعمل كسديس أوكي يلا يا شاف شاري أنا عندي البصل هون عندي الفلفل الأخضر طلعوا كيف فيه كمان قصوا كمان جوانح متل ما هم تشوفوا هلأ وفيني كمان أنا قصوا طلعوا ها وفيني قصوا كمان مربعات متل ما بتكون هلا بعدين رح نعملهم مربعات ما رح نعملهم كمان مطول بالوصفة كمان يلي بدنا نعملها على الساعة 12 و 24 بصل وفلفل حلوة فوق للجاج بالطريقة طلعوا كمان شو حلوين وفيني استعمل كمان إذا جاي عبيلي أصرف مصاري زيادة عساس إنه الفلفل الأحمر أو الفلفل الصفرة والحمرة فسعرهم أغلى شوي فيني كمان دخلهم بقلب هالوصف طلعوا شو حلوين يا سلام يا شاف شادي هون بياخد كمان قرص من البندورة صغير بصوا كمان شرائح طلعوا كيف هون ومنضيفه بعد شوي صغيرة أعليون رح أخد هون خيارة مكبوسية شاف من قصة بس ما رح نحطها كمان على السخن عم حضرة كمان قدامي وهون كمان البندورة هون وهون هيك بصرنا بحالة منيحة طيب بهارات الشوارمة يلا بهارات الشوارمة على العشوارمة بهارات فيه لأنه في بهارات شوارمة جيش وبهارات شوارمة لحمة ومشان نعرف كيف نحضرهم بالبيت أكيد فينا نحضر كتير من الحلقات اللي عملها أكيد الشاف شادي بورشة ملح على صفحات كمان فيسبوك عالم الصباح أو عالم المطبخ شاف شادي زيتولي رح حط كمان من الملح وصار عنا يا شاف شادي هون الخلطة جيزي بتعقد بتجني لكان الجيشات مستويين البصل دبلين نوعا ما الفلافلي دبليني نوعا ما مطاعمين ببهارات الشوارمة جيش شوية ملح عليهم وصاروا جيزي كيف بدنا نكفل وصفة؟ يلا بجي أنا حطهم عجنب شوي هلا فيني ما حطهم عجنب إذا عندي إذا عندي غريل تانية عندي صاج أقدر أنا حمص التورتية بك موضوع التورتية شيريون بس نحنا عملناهم كذا مرة للتورتية بس مش كل مرة بدنا نعمل وصفة مكسيكية فيها تورتية بدنا نحضر التورتية ومش كل مرة بدنا نحضر وصفة هندية بدنا نعمل تشافاتي ومش كل مرة بدنا نعمل كمان وصفة فيها خبز صاج بدنا نعمل خبز صاج ودي كل اللي نعملناهم يعني كل أنواع المخبوزات لليوم مروا معنا كمان بورشة ملح أكيد مع الشفشادي يلا يا شفشادي هون واحد يا سلام اتنين طلعوا طلعوا شو عم بيصير هون فوق الكساديس بهالطريقة هون فينا نقول اتنين هلأ أول شغلة بعملها هي بيجي أنا ببروش من الجبنة ضغرة على الجيش خلينا هون نخفف النار شوي صغيرة طلعوا كيف رح اجي افرم الجبنة حتى تعلق الجبنة أو هي تكون الجبنة مثل الغري يعني مثل التلزيقة اللي بتخلي تلزق الخضرة أو الجيش مع الخبزة هيدا اول طابق عملناه من الجبنة الموصاريلا أو اي نوع من الأجبان اللي بتحبوها ممكن تكون كمان اللي تشيدر تشيز او الايمونتال او غيرها واحد اتنين منروح كبيس اللي عملناه هون الثلاثة منروح البنادورا واو حبيت الموضوع اربعة يا شاف شالي منروح جبني صفرة لنا انا عندي كمان من الايمونتال كتروا كتروا ما تعطلوا هام عبدا بها الطريقة هيك وبجي بحط خبزة تانية او تورتية تانية هون صرنا هلأ عم نشتغل بطريقة جميلة عنا البلات نحاول كمان نشوف واو واحد اتنين تلاتة بطريقة نحنا هون بلشت عنا ومنقول برمنا الكسدية شفتوا كيف هلأ من مال هي بلشت الدوب عندي الجبني بها الطريقة الحلوية هلأ نحنا منخلي من تاني مال كمان الدوب الجبني من تاني مال انها تتحمس كمان انا عندي التورتية منشيل ومنقطع مسلسات ومنقدمها مع اي صالصة بدنا اوكي ورح كمان نحكي عن الصالصات او الصالصة اللي حضرتها وعن السلادية اللي حضرتناها كمان قبل بشوي يلا يا شاف شادي هون حتى نجي نغلي صالصة السمو يا سلام بيصد علي مكان معنا كم معنا او المكان معنا صار معنا هلأ بصل توم زيت زيتون كابر مفرومين مع كرايمة فراشة عليهم مع صمو فيميم قطع كمان عليهم وممكن كمان يكون كم شأفة من الصمو فراش اذا بدكم كمان وحطى يطلهم قرص صغير من البندورة لانه بدي هاللون الزهري يكون موجود يعني اوكي اذا بديها تكون لون الصمو اكتر بحط لها كمان كمية اكتر من صالصة الطماطم الباستا عندي هون طلعوا فيها بتفكروا انه كمشة عبعدها هي مش كمشة متل كأنه بعدها كمان ني بتعقد بتجنن اول ما بتغلي هلأ صالصة السمو طلعوا هون بلاش تتغلي عم اللحظة عم تغلي بيروح الشفشادي بيقول يلا على الباستا بقلبها ها دغري اذا كانت الباستا كتير بردي كتير بردي شو منعمل نجي منحطها شوية صغيرة بالمية المغلية قبل ما نضيفها على الصالصة اذا كانت كتير بردي وشيلينة من البرات حبت الموضوع يا شفشادي كل شي اوكي هون كل شي سابق حضر حالك مظبوط بتعني نرجع كمان على الباستا باستا بحب انا على الشغلات كلها سوا هيك طريقة كمان جميلة شوية صغيرة من الفلفل كمان الابيض عليهم وشوية صغيرة من زيت الزيتون الكسادياس صارت جاهزة وعاو طلعوا كيف هايد الكسادياس هون جاهزة كلها سوا بجي انا شو بقول قطع يلا يا شايف كمان قطعهم صغار ظلعوا شو حلوة هون وهون وبجيب انا قال لي جي سايف قال لي اجيب صحا فانا رح حط هيك قدامي يا شايف شادي وايجي بلش واحد يا سلم هون كمان اجي كمان ع هايدي الشقفة بهالطريقة ناخد كمان شايفتان هون انت معلق شوية صغيرة بعدك فينا نشيلك بهالطريقة طلعوا شو حلوين وكمان الشايفتان التانيين واو الموتسرالة تعقد وهون عنا الكسادياس بهالطريقة هيك اما السمو صارت كمان جاهزة هالخلطة الحلوة مع الكرام تطلعوا شو حلوة ولا بيني بينكم انا فضل واحب على قلبي موضوع الباستا مع السموف في ماء تطلعوا الكرام الحلوة يعني جزيف شو انت بتفضل لا 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 عملك شوي انا عندي سؤال عملك شو بتحب تفضل بين الكسادياس وبين الباستا تسلاج التماء السموف في ماء بدي دوقل اقول لا 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 بشو عبيت سوا لا ما بقى تعيده لكن السماجتة مع الكم هم مع السموف في ماء بتعقد بتجنن عند الكسادياس وقت يبنك اكيد احننهيها بعد شوي نطركم على الساعة 12 و 24 لوصفتين واحدة تانية كمان من المكسيك والتالتة او الربعة والخمسة من الهند جزيف اخترتلك بس عن جد لا احكي بعد ما كنا بسمع صوتك ع تلت ساعة دايك بعد عندي نص ساعة بعد يعني زي ما معك خبر بدي حبي تحت اللسان بعد عندي لا في اتخذها دغري هيا حبة اللسان نحنا وليكم بريك وبعدها بنرجع مع دكتور غسان وصعب كتير موسيقى